محاضرة النهاردة بتتكلم على إزاي نحن بنقيس ونقدر نحن نسجل البييولوجيكال سيجنال المحاضرة هتحتوي على أول حاجة الميجرمينت الماديسين هنتكلم على البييسيكس الميجرمينت عموما هنتكلم على اليونيك أسبيكس الميجرمينت الماديسين إيه الحاجة المختلفة في القياسات اللي في الطب عن بقية القياسات اللي موجودة في بقية الدسابلينت تانية � kit 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 أساسيات القياس هي أن القياس نفسه هو experimental determination of a measured value by quantitative comparison of the measured end with a comparison value in a direct or indirect manner الميجور اند دوت هو الحاجة اللي احنا عايزين نقسها احنا باسيكلي عملية القياس نفسها نحنا بنقارن القيمة بتاعت الحاجة اللي احنا عايزين نقسها اللي هي الميجور اند ديت مع reference value والreference value دي احنا نعرفين القيمة بتاعتها كام ونقدر نحنا نقول ان الحاجة اللي احنا بنحاول نقسها قيمتها relative للحاجة اللي هي reference دي بتساوي كزا فمثلا لما احنا نتكلم على كيلو جرام مثلا نتكلم على ان مثلا في حاجة وزنها اتنين كيلو جرام معناها ان هي في عندي reference quantity اللي هي كيلو جرام انا بقارن ال quantity بتاعتي بالكيلو جرام دي ولاقي ان ال quantity بتاعتي هي عبارة عن twice ال value بتاعت الكيلو جرام فباسيكلي measured value يعني بناخدها من الطريقة الرياس دي فيها حاجتين لازم يقع فيها numeric value ولازم يقع فيها dimensional unit dimensional unit دي اللي بتبقى الريفرنس بتاعي ونumeric value بقول الحاجة اللي انا بقسها اد ايه من الريفرنس value دي باسيكلي ويكان measure او record ال value دي continuously as a temporal variation or physical parameter or discontinuously as particular moments يعني ممكن نيقس الحاجة دي يعني مع الوقت بنرسم لها كيرف كده زي ما احنا بنشوف مثلا كيرفات مثلا بتاعت blood pressure زي ما بنرسم الكيرفات بتاعت مثلا ECG دي كلها بتترسم مع الوقت او ممكن احنا نقسها في اوقات معينة يعني مثلا ما بايس السكر مثلا بايس السكر في وقت معين بايس السكر مثلا يوميا فدي ممكن تبقى discontinuous يعني بايسها في اوقات متفرقة وما هيش continuous relative لبعض فباسيكلي a deviation of measured value from the measured end is the measurement error يعني طبعا احنا ممكن احنا الحاجة اللي احنا بنقسها او قيمة اللي احنا يعني اعملنا estimation لها دي ممكن يبقى اكيد فيها measurement error measurement error ده ممكن يبقى فيه حاجات كتيرة منها حاجة معتمدة على measurement procedure او measurement device او environmental effects وممكن يبقى لها علاقة بال systematic or random errors يعني احنا ممكن نتكلم على ان احنا ممكن نقسم measurement error دي لتو تايبس اساسين جدا systematic or random systematic دي معناها ان طريقة الاياس نفسها بتعمل bias بشكل معين للقيمة اللي انا بقسها فدي انا ممكن احط لها equations وممكن ابقى عارف القيمة بتاع systematic error بتاعي بيبقى كام وممكن حتى ببعض الطرق ان احنا نعالجها ونخليها ان هي تبقى اقل لما يمكن random errors بتبقى عبارة عن effect نويز ممكن يبقى فيه حاجات بتحصل مثلا متبقى سيجنال سوبر امبوز على السيجنال بتاعتي زي مثلا النويز ما بتبقى سوبر امبوز على ECG سيجنال مثلا ما اقدرش ان انا اشيل random errors ممكن اقلل منها شوية بعض بس طبعا ده بيبقى جزء برضو ما اقدرش ان انا اشيله 100% هدف القياس بقى في الطب هو objective description of state of a patient who might possibly not be able to cooperate يعني مع ان انا عايز ايث بعض الحاجات من عيان العيان ده ممكن ما يدرش يتجاوب معي عشان يديني اجابات للحاجة اللي انا عايز ان انا اعرفها منه فالهدف الاساسي من القياس في الطب هو to help the physician to define the respective therapy and to evaluate the therapy process and to assess the prognosis يعني احنا basically عايزين الطبيب بتاعنا من خلال عملية القياس يقدر يقول المريض ده ممكن يتعالج ازاي يعني ممكن يشخص حاجة مظبوط ويحدد لها العلاج المظبوط وممكن يـ evaluate the therapy process يعني يشوف هل العلاج ماشي بالشكل المظبوط ولا لا وممكن كمان يبص على ال prognosis prognosis معناه ان انا ببص على future بتاع الحالة دلوقتي ممكن تبقى عاملة ازاي ممكن تتطور ازاي فدي طبعا حاجات مهمة جدا ممكن نحصل عليها بالقياسات اللي بنعملها في الطب ممكن طبعا نعمل long term monitoring or physiological parameter وممكن ده يبقى combine with an alarm function or if preset limiting values are exceeded يعني ممكن ان احنا لو فيه مثلا بعض الحاجات اللي هي نعتبرها critical ممكن العيام مثلا زي في ال ICU مثلا في ال intensive care unit ممكن ان احنا يبقى فيه عندنا عيام بنعملهم monitoring مثلا للheart rate لما بيوصل ان هو يبقى above certain limit بنعرف ان مثلا حصل مثلا مشكلة مثلا يعني حاجة في القلب مثلا مثلا ventricle fibrillation او حاجة فيها من مشاكل خطيرة اللي ممكن تبقى موجودة ممكن نتيجة لكده بقى نبتدي نعمل alarm بحيس ان هو ينبهنا ان فيه مشكلة خطيرة موجودة ونحاول نعالجها في الوقت الحالي الحقيقة فيه تطورات جديدة ممكن نية include closed loop systems which directly to intervene in patient state after analysis of a measured value يعني ممكن مثلا يعني في الحاجات الجديدة بقت موجودة دلوقتي نحنا مش بس نقيس ونقول للدكتورو ان فيه دلوقتي حالة خطيرة لا ده احنا ممكن نحنا نرياكت ممكن الجهاز الطبي يرياكت على طول مباشرة based على الاياس دوت ويقدر ان هو بعد تحليله يحدد بالزبط اللي مفروض يتعامل ويعمله الكلام ده طبعا ممكن نشوفه مثلا في اجهزة الاجهزة اللي هي بتاعت DC shock defibrillators اللي هي الاجهزة بتاعت اللي بتتحط مثلا في المطارات وحاجات زي كده دي ممكن تتحط على العيان هو بييسي ال ECG بتاع العيان ويحدد امتى بالزبط ان هو مفروض ان هو يأبلاي الشوك علشان يقدر ان هو يريستور الكاردياك اكتيفتي بتاعت المريض وطبعا فيه احاجات كتيرة ممكن تكون بالشك كده كده زي مثلا انسولين بومب زي احاجات كتيرة اوي ممكن تبقى لها نفس الابروتش دوت بالنسبة للمريض ان هو مش بس المريض بيبقى يعني مجرد بس ان انا بقى اسمي النقياس وخلاص كده وديني الدكتور لأ ده انا ممكن كمان اكمل اللوب بقى ان الجهاز الطبي نفسه ياخد ال decision ويعمل بعد كده الثيرابي بالنسبة للمريض بتاعي الحقيقة الاياس في الطب الحقيقة بيبقى يونيك بحاجات كتيرة وطبعا بيبقى الحاجة الاساسية اللي هي بتبقى يعني فيها اختلاف بينها وبين الاياسات العادية ان بيبقى فيها عندي انتر انديفيدول وانترا انديفيدول ديفياشنز وده طبعا اوينج تو بيولوجيكال فاريابيليتي يعني مفيش عندنا اتنين زي بعض وباسيكلي الاياسات بتختلف من عيان لعيان بتختلف في نفس العيان في اوقات مختلفة لو انا بقيس الضغط بتاع عيان لو انا قسته في اوقات مختلفة من النهار الاقي ان هو مختلف لو العيان ده جاي كان بيعمل اكسرسايز هلاقيه مختلف لو العيان ده مثلا نايم هلاقيه مختلف ولو جبت اتنين عيانين في نفس الكونديشن هلاقي ان الضغط بتاعهم مختلف طبعا احنا بنتكلم على الماجرمنت اللي احنا متعودين عليه في الفيلز التانية بيلاقي ان الماجرمنت بتبقى حاجة ثابتة لما بقيس مثلا حاجة معينة مفروض انها تبقى رقم ثابت هنا لا هنا فيه اختلافات يعني الحقيقة مهمة جدا موجودة في القياسات اللي موجودة في الطب اهداف القياس في الطب هي الميترولوجيكال اكوزيشن، كونفيرجن، براسسيسنج، ان ترانسميشن بيولوجيكال سيجنز يعني نقيس ونحصل على قياسات بتاع المريض وممكن نحولها لفورم تانية ممكن نحولها لديجيتال فورم مثلا ونقدر نعملها براسسيسنج يعني نقدر نعالجها او نقدر نحللها بشكل معير او نقدر ننقلها من مكان لمكان علشان نقدر ان احنا نوصلها للطبيب اللي مفروض يشخصها او ان احنا نستعملها ان احنا نعمل ريكوردينج مثلا للحالة بتاعة المريض دي ونشوف مثلا اذا كان التشخيص مثلا بتاعنا في اللونج ترن مثلا ممكن يبقى مظبوط ولا لا يعني في بعض الحاجات بيقى فيه لونج ترن ماجورمت منها بيطلع تشخيص زي الهولتر مانيتر مثلا ده بيبقى عبارة عن اي سي جي المريض بيلبسوا لمدة 24 ساعة ومنه وبعد كده بتعمل دياجنوز فممكن برضه ان احنا ننقل الاي سي جي بتاع البيشن ده يعني بحيث ان احنا نقدر نشخصه في مكان مختلف ممكن نميجر the reaction of the behavior or the biological object to an external stimulus يعني ممكن مثلا ان انا اشوف الرياكشن بتاع العيان دوت او الbehavior بتاع اللي انا ببص عليه دوت لتأثير معين موجود عندي من برا يعني ممكن مثلا انا يعني اشوف مثلا اذا انا عملت مثلا فرضا يعني اذا انا مثلا عملت application مثلا pulse معينة على muscle اوكي ممكن اشوف مثلا the ECG بتاعي او the EMG بتاعي هي بشكل اعمل ازاي بعد مدل pulse دي عشان اشوف اذا كان هيحصل استيميليشن او مش هيحصل استيميليشن ممكن ان انا اعمل measurements during application with extra or intracorporeal assistance support organ function or as an organ compensation as well as manipulators for therapeutic means ممكن اعمل قياسات برضو اثناء ما انا بعمل basically يعني في عندي بعمل organ compensation مثلا artificial kidney مثلا او بستعمل مثلا heart lung machine او بعمل حاجه بالشكل ده كده انا ممكن اعمل قياسات لvital parameters بتاع الpatient في اثناء therapy دوت علشان اتاكد ان احنا بنعمل therapy في اتجاه الصحة يعني اتاكد ان مفيش اي حاجه مشت في اتجاه غلط بحيث ان انا امانتين safety بتاع الpatient ممكن نعمل application of substances radiation or waves and measurement of reflection absorption scattering distribution all fluorescence to display structures and functions in the organism يعني برضو ممكن احنا عملية القياس نفسها ممكن احنا ندي مادة معينة نحقن مادة معينة زي ما نشوف حاجه من الحاجات اللي احنا نشوفها في قياس مثلا cardiac output بنحقن مثلا مثلا سائل او saline solution مثلا محلول ملحي بيبقى له مثلا درجة حرارة اعلى شوية او درجة حرارة اقل شوية ومنه ممكن احنا نستنتجي حجل مادة معينة نحقن Let's try to do نحقن على апلاع مثلا في الالتراسوند ممكن نبعت Ultra sound ونستقبلها. و بعدك نطلع صورة ومنها نقيس حاجه ممكن احنا نقيس الحاجة اللي تبدأ رفلكتد او نقيس الكمية اللي في الاسكاترك زي في الكمية ممكن نقيس الحاجة اللي طبعا ممكن تحصل في الالتراسوند ممكن نعمل مثلا نقيس fluorescence لو انا بحط مثلا شاجه ممكن ان انا اعمل حاجات مختلفة بحيث ان انا في الاخرة اقدر اوصل ان انا اقيسي الحاجة او الكمية اللي انا تهمني في جسم الانسان ممكن باردو نعمل اكتراكشن اف بادي فلويد سبستنسز ان تيشوز از ويل از تاستس ان اناليسز ان كلينيكال ان كيميكال لابراتوريز يعني ممكن احنا ناخد عينة من البيشن بالشرط نعمل الياس ده على البيشن وهو زي ما هو كده لان ممكن اخد منه عين الدم مثلا او واتفر وناخدها بعد كده للمعمل ونقدر نحللها وممكن ناخد منه عينة مرضو لو احنا مثلا مثلا عين ده مثلا ورن في مكان معين عايزين نتأكد اذا كان حميد ولا خبيث ناخد منه جزء برضو نودي المعمل فالقياس مش لازم يتعامل على العيان زي ما هو كده لان ممكن اخد منه جزء او اخد منه بعض الفلويد وابعتها على المعمل والمعمل هو اللي يعمل القياسات اللي احنا عايزين ده الموضل بتاعنا في القياسات طبعا البيشن هو الاساس هو اللي بيبقى عنده الحاجة اللي احنا عايزين اسا نحنا نسميها الماجوراند ممكن نحنا نعمل ماجوراند دي مونيترين يعني نقيسي الحاجة دي والحاجة دي بطلع لنا هنا حاجة بنسميها الانترم فاليو الانترم فاليو دي ممكن بعد كده عملها براسسينج وتراسميشن او ستوريج وممكن احنا نعمل بها ديفايس اند بروسس كنترول وديها بتحكم في الثرابي ممكن يبقى ديه الكلوز لوب اللي احنا كنا نتكلم عليها من شوية او ممكن احنا ناخدها على طول نعمل لها ديسفلي على مونيتر بحيث انها بعد كده تطعالت بالنسبة للفيزيشن كميجورد فاليو ممكن طبعا الحاجة اللي احنا بنعملها كديفايس وميجور بروسس كنترول دي ممكن انها برضو توصل برضو للفيزيشن بطريق مختلف شوية وممكن برضو ان احنا الحاجة اللي احنا بنعمل بها كنترول دي برضو تترد على الديسفلي فباسيك دي ممكن يبقى فيها عندنا هنا كلوز لوب ان الحاجة اللي بتتأس بتتحلل وبعد كده بتروح على الكونترول و تدي على طول بعد كده الثرابي ممكن تمشي من طريق طويل شوية انه هو بيروح على الديسفليي وبعد كده الفيزيشن بيبص على الميجرد فاليو وبعد كده بيعمل بعد كده هاندلنج للكيس نفسها عن طريق انه هو يتحكم في الثيرابي نفسه يبقى عامل ازاي فممكن الطريق بتاعنا الاولاي نحن نمشي كده يعني كده يعني السايكل الصغيرة دي او ممكن نمشي السايكل الكبيرة خالص نحن نروح هنا لثرو الفيزيشن ونطلع للهاندلنج ونرجع تاني يندي الثيرابي من طريق اطول شوية بس يبقى فيها عند الفيزيشن في اللوب بتاعدي اليونيك اسبكس اللي موجودة عندنا في الميديكال ميجرمينتس هي ان الاكستانت اف اين كونفينينس for patient and measurement procedure داريكلي انفلونسي the reliability of the measured values يعني احنا دلوقتي لو احنا بنقيس الحاجة دي بشكل ممكن يبقى العيان نفسه في تعبان من حاجة معينة ممكن هي تغير البرامتر زي احنا بنحاول نقيسها فاتخلي الريليابيليتي فاتخة الميجرد فاليوز ما هياش عالية فطبعا مهم جدا ان الميجرمينت بروسيدجر نفسها تبقى يعني كونفينيب بنسبة للباشينت وباسيكلي يعني ما تبقاش بتسبب له اي ازعاج او اي عدم راحة بيولوجيكال سورسز وف انترفيرنس موجودة عندنا ودي طبعا ممكن تعملين حاجة بسميها يعني في بعض الحاجات اللي مثلا لو انا بقيس مثلا ساي الاي سي جي اي سي جي لو البيشن بيحرك مصل ممكن يجي عليها اي ام جي ممكن يجي بعد كده لو في اي اي سورس بالنسبة لنا عمل لنا مشكلة ان هي بتسوبر امبوز الميجراند الحقيقي ويبقى صعب في بعض الاحيان احنا نقدر النفس اللي اتين عن بعض الميجرمينت دوريشن and the reproducibility of an examination are limited for most methods يعني ما نقدرش ان احنا نقيس لفترة طويلة ما ينفعش ان انا افضل اقيس مثلا حاجة لمدة يوم ما ينفعش لازم تتقاس لمدة قصيرة والريبردوسيبينيتي يعني التكرار بتاع الايجزامينايشن نفسه ما هواش unlimited يعني لازم يبقى له limit ما ينفعش نعمل القياس ده unlimited number of times or infinity مثلا اوكي فباسيك لازم برضو حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا اللي بقى اخدينها في اعتبارنا ان احنا ما نقدرش ان احنا نخلي زمن الميجرمين ده طويل وباسيك ما نقدرش ان احنا باسيكلي ان احنا نخلي الريبردوسيبينيتي دي يعني limited طبعا هيبتبقى limited معناها ان انا ما قدرش اقيس نفس الياس مرتين يعني لو است كزا مرة ما ينفعش ان انا است يعني نفس الياس في كل مرة هتلاقي كل مرة طالك اياس مختلف ببقى في عندنا wide variability of examined persons يعني ممكن نتكلم على من اول baby اللي هو لسه ما يعني في بطن الام ممكن infant اللي هو طفل بيبي صغير يعني رضيع او اكبر شوية ممكن يبقى نوصل بقى من الحجم الصغير خالص ده الاحجام الكبيرة مثلا بتاع trained athletes وممكن نوصل aged people الناس اللي عواجيز فبنلاقي ان احنا عندنا range مختلف من examined persons فلازم ال examination بتاعنا وطريقة measurement بتاعتنا تختلف باختلاف كل واحدة من دول لو انا بعمل مثلا elektrode علشان شخص كبير trained athlete مثلا اكيد لما هعمل elektrode علشان احطه على مثلا infant يعني بيبي صغير لازم اكيد حجمها يختلف ولازم الطريقة اللي بوصله بيها تختلف فبرضو نفس الكلام بالنسبة ال age people برضو نفس الحكاية ممكن برضو يبقى فيه اختلافات نتيجة للسن يعني برضو بعض الحاجات مع السن ما يقدرش نقسم نفس الطريقة فلازم اللي بواخدين في اعتبارنا ان فيه عندنا wide variability of examined persons ودي الحقيقة مختلفة عن الحاجات اللي احنا ملاقيها في fields تانية الحقيقة بت include subjective methods requiring cooperation of patients يعني فيه عندنا بعض القياسات اللي احنا ما ينفعش نعملها غير لما يكون ال subject نفسه هو اللي بيتكلم معي ويقول لي يعني مثلا ما بقى تكلم على audiometry مثلا audiometry ده اللي هو قياس السمع قياس السمع ده احنا بيحصل اللي احنا بنحط tones مختلفة يعني نحط اصوات لها نغامات مختلفة علشان اتاكد ان range بتاع sensitivity بتاع الا audition بتاع السمع بيبقى في range المزبوط بتاع ونتاكد من sensitivity لل amplitude عاملة ازاي فلي بيحصل انا بحط الصوت دوت وبسأل العيان هل انت سامع ولا مش سامع لو كان العيان سامع بيقول لي سامع لو ما كانش سامع بيقول لي مش سامع فمعنى كده الاجابة دي ما هياش حاجة objective ده حاجة subjective يعني ممكن هو دلوقتي نفس الpatient هو هو ممكن دلوقتي يكون حالته النفسية مثلا مثلا كان مشغول بحاجة مثلا فمش مركز اوي في الاجزامينايشن فممكن يديني اجابات خاطئة فدي الحقيقة يعني حاجة مش موجودة في الميجرمنتز عموما في بقية المجالات التانية نفس الكلام مثلا لو احنا نتكلم مثلا على قياس النظر لو احنا كنا طبعا كلنا عدينا في الاجزامينايشن بتاع النظر ده اللي بنشوف مجموعة من الاقواس كده ونشوف مفتوحة فين وحاجات زي كده فباسيكلي نفس الحكاية ده دكتور بيسأل المريض والمريض بيجاوه حسن اجابات المريض هو بيشخص لو المريض ده جاوه باجابات خطأ هيشخص بطريقة خطأ فكل اللي بقى في عندي subjective component في الاياس بتاعتي دي ممكن تبقى حاجة برضو نعتبرها يونيك بالنسبة للميجرمنتز لا غنى عنها بالنسبة للميجرمنتز لازم في حاجات كتيرة جدا الحقيقة زي مثلا vibration tests زي temperature sensation حاجات دي كلها لازم المريض هو اللي يقول لي هو حاسس بايه وعلى اساس كده التشخيص نفسه بيبقى على اساس subjective results اللي بخدها من المريض عموما البايو سيجنلز نقدر نعرفها ان هي اي حاجة بت define اي حاجة من الفينامنا اللي بت describe functional states يعني بتقول لي ايه اللي بيحصل جوه living algorithm بتاعي او living being بتاعي الشخص اللي قدامي دوت اي حاجة بتتغير فيه وممكن اعملها description دي بعتبر انها biosignal فدي بنسميها actual measurement that should be meteorologically determined for diagnostic purposes يعني احنا مفروض نقيس ال biosignal دي ودي اللي بتبقى actual measurement اللي هي السيجنل الحقيقية اللي موجودة في الجسم اللي انا بحاول لاقسها علشان بعد كده استعملها في اغراض تشخيصية دي بت provide information about metabolic, morphological and functional changes describe physiological and pathophysiological states as well as process dynamics يعني ممكن السيجنل زي بايو سيجنل زي ت describe الحالة بتاعت ال metabolism اللي في الجسم عامل ازاي اذا كان فيه اي تغيرات شكلية او تغيرات وظيفية حصلت فيه بعض اجزاء الجسم اذا كان فيه عندي حالات طبيعية تغيرات طبيعية او تغيرات مرضية ممكن برضو ان انا اعمل لها detection وممكن انا اعرف ال process نفسها لو فيه حاجة بتحصل جول الجسم اعرف برضو ال dynamics باعتها او الطريقة اللي هي بتتحرك بها من state التانية عامل ازاي طبعا عشان نحلل ال biosignals generation locus and thus spatial and temporal correlations significant يعني باسيكلي انا دلوقتي عشان نحلل ال biosignal لازم ابقى عارف هي جاية منين وعارف هي جاية امتى وعلى اساس كده نقدر احلل واقدر اشوف المعنى ال biosignal دي عبارة عن ايه يعني مقدرش مثلا انا اخد ECG signal من اي مكان كده من غير ما بقى عارف المكان ده فين واحللها لا لازم اكون عارف ال ECG signal دي جاية لمنين بالظلطة عشان اقدر افكر ان انا احللها بطريقة سليمة ال biosignals are required from living organisms organs and organ parts down to single cells يعني بنتكلم على من يعني كائنات حية من اعضاء حية في الكائن دوت او اجزاء من اعضاء لغاية ممكن احنا ناخد بعض ال biosignals من single cells يعني ممكن نقيس بعض الحاجات من single cells ونعتبر ان دي biosignals فال biosignals امومة ممكن ناخدها من كذا level ما هيش مثلا يعني مقتصرة على الحاجات اللي بناخدها من برا لا ده ممكن حاجات ناخدها من داخل الجسم ممكن تبقى حاجات invasive من شرط انها تكون non invasive زي ما احنا ابتلينا في اول المحاضرة خالص كنا بقولون فيه عندنا انواع كتيرة من biosignals وناخد عليها امثلة طبا احنا عندنا مثلا فيه حاجة اسمها bio acoustic signals اللي هي حاجات لعلاقة بالحاجات الصوتيات زي مثلا hard sounds زي long sounds زي speech بنتكلم على فيه حاجات biochemical signals زي مثلا substance composition concentration بكلم مثلا على تركيز مثلا اكسجن في الدم مثلا او تركيز الكاربون مونوكسايد او داوكسايد في الدم حاجات دي كلها biochemical signals البايو الاكترق وبايو ماجنيتك سيجنال هما الاثنين الحقيقة يعني بنضموهم على بعض لان هما فعالية ممكن اقيس الالكترق عن طريق الماجنيتك افاكت بتاعها والعكس فهم فعالية ممكن اعتبرهم هما class 1 of signals فبنتكلم مثلا ايلكترق بوتانشل مثلا بتاعت الاي اي ام جي حاجات دي كلها او ممكن انا اتكلم على المصطن digital ion currents اللي هي موجودة عندي في بعض الهمادي مثلا program action potential البيوميكانيك سيجنال زي size ، facebook ، movement ، acceleration ، flow ، كل الحاجات لها اقدم نتبارها بايو ميكانيكس ريفا amazing intelligence ريفا before initial observe نتكلم عن كمهات دي بردو كلها احنا ممكن بردو نعتبرها بايو اوبتيكال سيجنال البايو ثيرمل سيجنال زي البايو تيمبرتشو كلنا طبعا عارفينها وكلنا اسنها كمثلة البايو سيجنال الحقيقية اللي موجودة عندنا في الجسم ممكن مثلا نعتبر ان فيه عندنا في الجزء بتاع المخ مثلا فيه عندنا EEG اللي هو الاكترولينسفيلو جرام ممكن نلاقي فيه عندنا الجوه مثلا بفيه إنترا كرينيال براشر ده حاجه شكلها ان هي mechanical ده electrical ده mechanical ممكن نتكلم مثلا على blood flow velocity بنتكلم على حاجه mechanical بنتكلم مثلا على ال biochemical status مثلا بتاعه نتكلم مثلا على الدم ال biochemical status بتاعه عامل ازاي نفس الكلام ده mechanical بنتكلم مثلا على ال body temperature طبعا ده يعتبر biothermal ممكن نتكلم على الايكتروميو جرام بنتكلم على حاجه بتبقى يعني طبعا الايكتريكال ال urine مثلا لو احنا نتكلم على حاجه biochemical فنلاقي ان فيها حاجات مختلفة الحقيقة كثيرة وكلها موجودة جوه الجسم ممكن نحنا نشوف امثل اكتر من كده بكتير الحقيقة لو دخلنا في تفاصيل في اي جزء من اجزاء الجسم فعامة هي كل واحدة من السيجنز موجودة في مكان مختلف ونقدر ان احنا نحللها نقدر نوصل لتشخيص لمرض معين او نعرف ان الحالة بتاعتنا نورمان ال biological measuring chain ممكن نعبر عن ال block diagram ده عندنا هنا ال patient طبعا هو ده السورس بتاع measurement signal اللي احنا بنحاول نقسها ممكن measurement signal دي تكون جاية عن طريق stimulation معين ممكن ما يكونش فيه stimulation وتكون signal دي بتطلع بطريقة طبيعية الحاجه اللي بيتقيس عندنا هي bio sensor ده بيكون من جزئين اساسيين جدا هو sensing element وال transducer sensing element ده هو اللي بيينترفيس مع ال biological أو bio signal بتاعتي اللي موجودة في ال patient وال transducer بيحولها لي لل form of energy اللي انا بفضله علشان اقدر بعد كده اعمل further processing فمسلا ممكن يكون transducer ده بيحول لي مثلا حاجه mechanical لحاجه electrical عشان في الاخر اوصلها هنا ان انا ادخل مسلا سيجنال بتاعتي جوه computer واقدر عاملها analysis فالحاجه اللي بتطلع لي من هنا الحاجه اللي موجوده هنا دي هي primary measurement signal الحاجه اللي بعد البايو سنسور دي اللي هي بعد transducer بعتبرها secondary measurement signal secondary measurement signal دي ممكن عاملها pre processing او signal conditioning بحيث ان انا اقدر ان احصل لحاجه اسمه interim value طبعا الكلام ده بيانكلود مسلا ان انا بعمل amplification بعمل مثلا طبعا بعمل pre amplification ممكن انا بعمل مسلا بعض الفلتريشن ممكن اعمل مسلا بعض الحاجهات اللي انا في الاخر بتساعدني ان انا السيجنال بتاعتي دي تكون يعني ال value بتاعت ال information اللي فيها تكون اعلى بعد كده الحاجه اللي بتطلع لي هي interim value بتخشه على signal processing box كده ممكن في signal processing box ده ممكن نعمل بعض التعديلات علي signal بتاعتي ممكن مثلا فرضا الحاجه اللي بقية دي تكون ممكن جوه signal processing block دوت ممكن انا اخليها linear ممكن اعمل لها linearization ممكن مسلا حاجه اللي انا بقية هنا دي بتعبر عن مسلا لديريف نعمر حاجه ماي انا 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 اعايز اقصها ممكن اخد في ping processing مسلا اخد loop وطلع منها السيجنال الاصليةen انا اري bees الي هي disintegration بتاع حاجه كت Jeremy ل았습니다 في الاخر ممكن اعمل recording بعد signal processing اعمل recording ودي بعد بتبقى measured value اللي انا بعد كده بعمل لها evaluation عشان الاقي findings بتاعتي بالنسبة للdiagnosis طبعا ممكن انا يعني بعد كده بعد ما اعمل evaluation دوت ممكن اعمل handling handling دوت ممكن هو يعمل لي حاجة اللي هي بتعبر لي عن ال stimulus اللي هي في الاخر هو simulation اللي هي بتبقى في الاخر يعني حاجة زي ال therapy ممكن اعتبقى ال therapy بتاعي هو ال simulation بتاعي او ممكن انا اعمل بقى باستعمال signal نفسها اللي جائري من هنا دي اخدها مباشرة انا اعمل بها process control والprocess control دي بتانكلود انا ممكن اعمل analysis مثلا اعمل event detection او طلع صورة او اعمل شوية biostatistics وممكن دي تساعدني بعد كده ان انا اعمل حاجة زي long term يعني planning او investigation للحالة بتاعتي دي ممكن انا على طول من هنا من process control دي ممكن اعمل stimulation بحيث ان انا close loop اللي انا كنت بتكلم عليها قبل كده ممكن تتعامل من خلال المنطقة دي كده اوكي ففي الاخر احنا ممكن يبقى فيها عندنا close loop هنا مباشرة ايس حاجة وبعد كده ااخد بها action على طول مباشرة او ممكن انا مش شايفة السيكل اللي هي الطبيعية اطول شوية اللي هي ان انا بقى اعمل recording والrecording ده بيتعرض على physician وفيزيشن ده بيقرر بعد كده how to handle الكيس اللي قدامه دي ويحدد لها العلاج بتاعي اللي انا بعتبره هنا في البلوك دياغرام دوت هو الستيميليشن بلوك البايو سنسور نفسه هو a probe to register biological events and morphological structures يعني بيسيكلي انا بكلم على ان انا عايز ان انا اسجل بايو سيجنال موجود عندي عن طريق البايو سنسور دوت ويعني often it is directly connected to a transducer or it transduces the primary measurement signal انتو secondary signal itself يعني ممكن ان انا البايو سنسور بتاعي دوت ممكن يبقى connected transducer يعني يبقى فيه عندي sensing element كده و transducer بعديها كده اوكي يعني بياخد السيجنال من هنا اللي هي الحاجة اللي انا استقل primary وبعد كده اطلع منها secondary measurement signal او ممكن هو نفسه يكون بيعمل الكلام ده اوكي فالbiological detection component دي هي الحاجة اللي موجودة عندي in direct contact مع مع البايو سيجنال مباشرة مع مع الماجوراند بتاعي او primary signal بتاعت الشكلها عاملة زيك بعد كده transducer بيحولها بقى مثلا ال electrical form وده الحاجة اللي هي في معظم الاحوال بنعملها ويعني ال electrical form وده بعد كده بيعتبر ان هو secondary measurement signal فباسيكلي عندنا بيفيه عندنا substance مثلا موجودة بتانترفيس مع ال biological detection component عن طريق sensing element وبعد كده ال measurement transducer هو اللي بعد كده هو اللي بيحولها لي بقى ال secondary measurement signal اللي بدخلها بعد كده على computer او دخلها على microprocessor بحيس ان انا اعرضها بعد كده او اعمل اسجلها بشكل من الاشكال ال biosensor اللي بستعمله في medical measurements لازم يكون له مجموعة من requirements اول حاجة feedback free registration of the signals يعني مش محتاج ان انا اتدخل علشان يعني اخليه اشتغل مزبوطه للوقت provide reproducible measurement results يعني لو انا قررت نفس الاس لنفس الحاجة لازم يطلعها لنفس الاس هو وهو طبعا الحاجة اللي انا بقيسة ممكن تتغير زي ما انا كنت بقول انها مش reproducible قبل كده بس دلوقتي لما انا اقيس نفس الحاجة لو انا بعمله calibration مثلا بفوض ان كل مرة يبقى calibrated معناه ان يقسلي نفس الحاجة اللي انا يعني استقعب لكده اقسلي نفس الطريقة بالضبط نفس ال value بالضبط الترانسميشن behavior has to remain constant for a long time يعني لو انا بنقل السيجنال بتاعتي بنقل الحاجة اللي موجودة في البيولوجي يعني اقلها جوه مثلا لكي secondary measurement signal يعني بشكل ما لازم الترانسميشن behavior ده ما يتغيرش لفترة طويلة ما ينفعش نريب عندي سنسور دلوقتي لما يسبي الحرارة يديني مثلا اثنين فولت مثلا بكرا لقي اثنين ونص ما ينفعش لازم يفضل اثنين فولت مثلا لنفس دلوقتي الحرارة دي لفترة طويلة علشان اقدر اعتبره انه هو suitable for medical measurements لازم في عندي narrow production tolerances يعني ما ينفعش ان انا استعمل يعني في الانتاج بتاعه processes تخلي ان tolerance طاعته عالي ما ينفعش مثلا انا اجيب حاجة استعمالها في medical measurement ويبقى tolerance بها plus minus 20% ده ما يعني ده مش مقبول خالص في medical measurements هنلاقي ان احنا في medical measurements من بعض الاحيان طبعا هي بتختلف من مجال لمجال بس ممكن نلاقي بعض الاحيان تلاقي ان يعني ممكن نلاقي tolerance بيبقى في غاية الصغر يعني بيبقى فعلا مهم جدا ان احنا نتكيبت اقل من واحد في المية في احوال كتيرة جدا مهم جدا برضو انه هو يكون high compatibility يعني يكون عندنا السنسور بتاعنا دوت ما يعملش اي reaction مع ال biological components الموجودة في الجسم يعني ما يعملش اي reaction مثلا يبقى ضار بالنسبة للبني ادم ده معناها ان هو biocompatible اللي هو تحط في مكان ما يعملش مثلا يعني ما يسببش اي مشاكل ويبقى هو نفسه ما بيعملش اي ازا وما بيبقاش ما بيحصلوش decomposition وهو نفسه ما بيتأثرش برضو بالenvironment بتاعة ال biological tissues الموجود حواليه low stress to the patient يعني ما بيضيقش العيان يعني لو انا حطيت مثلا سنسور والسنسور ده كان مؤلم بالنسبة للبيشن اكيد طبعا هيبقى فيه مشكلة بالنسبة للبيشن اللي كيبت لفترة طويلة ودايما هنلاقي فيه مشاكل من الحركة ومن برضو الحاجة اللي انا بقاسها ممكن يكون فيها بايس ففيه مشاكل كتير اتنتج لو احنا السنسور بتاعنا ده كان high stress لازم يبقى برضو small mass small volume ده طبعا ممكن يبقى requirement مهمة برضو نحنا نكيبت يعني مش عايزين يبقى فيه حاجة تبقى حجمها كبير ووزنها تقيل علشان يعني basicly دايما بنحاول نخلي الحاجة بتاعتنا بالنسبة للبيشن تبقى portable عشان حركته يعني يمانتين بتاعته وممكن برضو عشان ما يبقاش برضو يعني ممكن تبقى component من الاسترس جاية من من الويت او جاية من الفوليوم بتاع 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 البيشن نفسها الابليكيشن نفسه يعني ان انا احط السنسور دوت لازم يبقى بسيط طريقة طريقته بسيطة يعني ان انا apply السنسور دوت على البني ادم يبقى طريقته بسيطة بحيث ان اي حد يقدر يحطه ما يبقى شي مشكلة وبي allowing cleaning, disinfection and possibly sterilization يعني اقدر انضافه اقدر اعمله انا اقدر اشيل يعني اخليه مثلا اطهاره اقدر اعمله sterilization يعني اعقامه كمان في بعض الاحيان طبعا في بعض الحاجات اللي هي بتبقى بين عيان وعيان لازم يبقى فيه ستيريلايزايشن. العيان نفسه لازم يبقى فيه كلينيك وديسينفكشن. يعني لو انا نفس العين هو هو بيستعمل نفس البيو سنسور. يبقى ممكن ان انا بين كل وقته التاني عامل ديسينفكشن عشان اتاكد ان ما جلوش اي عدوى او ما جلوش اي يعني سورس او بوليوشن مسلا من الحاجات اللي حواليه. فباسيك يبقى عاملو ديسينفكشن. نحن بالنسبة لو انا بنقل بين عيان وعيان يبقى فضروري نعمل ستيريلايزايشن عشان اميك شور ان انا مفيش عندي اي سورس او هازارد بالنسبة للبايو سنسور الابليكيشن. ناخد مثال على كيموالكتريك ترانسدوسر. كيموالكتريك ترانسدوسر يعني من العنوان بتاعه هو بييس بايو كيميكال سيجنل وبيحولها في الاخر السكندري سيجنل بتاعت شكلها الالكتريك سيجنل. فده الحقيقة بيستعمل for the measurement of individual chemical components in the blood in the body tissues or in exhaled air on the skin. يعني مثلا بلوك دياجرام ده بيقولينا ان احنا في عندنا هنا الاسكن. بيبقى في عندنا هنا pyramidal membrane كده يسمح ان ال CO2 اللي موجود اللي بيطلع من السكنده ممكن يبقى موجود في المنطقة دي هنا كده. انا عايز ايسي CO2 بتاعي. فهنا بيتم عن طريق ان في عندي هنا reaction هنا بيحصل. بيبقى في عندي هنا H2O. بيبقى في عندي هنا الالكتورايت. بيبقى طبعا اي الالكتورايت بيبقى فيه مياه. فCO2 مع ال H2O بيديني H2CO3. وده في الاخر ممكن يعني ده بيبقى صدق. فباسيكلي الconcentration بتاع CO2 بيغيرني ال pH اللي موجود عندي بتاعت المنطقة اللي حواليني transducer ده. فلو انا حطيت هنا pH meter. ممكن لو قرنته بريفرنس الكترود. ممكن ان انا باسيكلي اقدر في الاخر ايلاقي لو ايس بسا ال difference في في الفولتج طلالي من هنا دوت. اقدر ايس هنا في الفولتج بيعتمد على concentration بتاع CO2 هنا بيساوي كام. فدي واحدة من الحاجات اللي احنا بنشوفها. اللي ممكن يبقى فيه عندي هنا السيجنال بتاعتي بتبقى يعني هنا transducer بتاعي هنا دوت. هو عملي two things مع بعض. يعني اعتبر الجزء اللي برا دوت هو ال bio sensor. حول لي primary signal بتاعتي اللي هي CO2 concentration. حولها للبي اتش. والبي اتش بعد كده بيتحول عن طريق البي اتش الاكترود دوت. عن طريق ان هو بيحول هالي بعد كده الفولتج. بيحول هالي للايه الجزء الاكتريكا البتاعي. فاعتبر ان الجزء اللي فيه الاكترولايت اللي برا دوت اللي هو ال ph2o دوت. هو ال bio sensor component بتاعتي. واعتبر الترانس ديوسر بتاعي هو البي اتش الاكترود ده اللي هو بيحول لي البي اتش اللي موجودة عندي هنا في في الاكترولايت دوت. بيحول هالي الفولتج لقدر رئيسه وقدر منه اعرف ال concentration بتاع CO2. فطبعا احنا ممكن نلاقي فيه عندنا يعني potentiometric sensors based on measurement of cell potential. يعني اسلي voltage. وفيه عندي amperometric sensors based on cell current. ممكن conductometric sensors based on admittance. ممكن اعتبر على resistance نفسها ممكن ناكسها برضو. واعتبر ان هي بايو سيجنال ممكن ناكسها برضو. فعاماتها ممكن هنا في الحالة بتاعتنا دي طلعنا يعني سيجنال في شكل voltage. ممكن اقيسه reference للالكترود تاني ما هواش PH الاكترود. وممكن انا يعني ايسة بطرق مختلفة تانية بحيس ان انا يبقى في عندي بدل الحاجة اللي تطلع لي بدل ما هي potential voltage potential. ممكن يطلع لي بعد كده يعني حاجة زي current او حاجة زي تغييف resistance اقدر ايسها واقدر منها اعرف الكمية اللي انا بقسها شكلها اعمل ازاي. في الحالة بتاعت اياس electric و magnetic quantities. لو عندي بايو الكتريك او بايو ماجنيتك سيجنال. باسيكلي طبعا هو الكترود نفسه بيطلع لي voltage او بيطلع لي current. فبيطلع لي حاجة في شكل الالكتريك الاريدي. فباسيكلي ممكن اعتبر ساعتها ان نفس السنسور البايو سنسور والترانسلوسر هم ملتين حاجة واحدة. فطبعا احنا متكلم على الاياسات بتاعت البايو سيجنالز او البايو الكتريك سيجنالز بالزات. هنلاقي نحن من ايس الايون current او الايون او electric signal بتاعتنا الايون current بتاعنا هي اللي جايلنا من الايه? جايلنا من الايين بتاعنا. طبعا جوا الجسم ما فيش عندنا الايون current عندنا ايون current. يعني باسيكلي لما انا بعمل مسلا اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم channels مثلا موجودة على السل مسلا ما بتفتح وتقفل. بيقى في عندي flow of ions من جوه البرا ومن برا الجوه. فدي بتسبب لنا current والcurrent ده في الاخر هو ده اللي بيبقى نتكتو كل الفيسيولوجيكال سيجنالز احنا بنقسها دي كلها جاية من الايون current دي. احنا برا بقى ما بتقدرش ايس الايون current دي. لا احنا بنقيس الايون current عن طريق surface potential اللي احنا بنقيسه عن طريق surface electrodes. فباسيكلي احنا بنقيس بmicro electrodes لحاجة زي كده بتبقى needle electrodes بالشك كده كده وانواع مختلفة منها. بنكلم على iron current لما بنكلم على macro electrodes اللي هي اللي برا او surface electrodes اللي هي زي كده اللي هي بتتلزق بالشك كده كده او بتبقى يعني suction electrodes بالشك كده كده. كلها برضو بتبقى محطوط على surface فبتقس لنا طبعا بتقس لنا الهول surface dense current بتاعنا او بتقس لنا الحاجة اللي على ال Darren بنص لنا طبعا electron current. طبعا الا بيبقى داخل الشل بس طبعا لو حطت� للتانية فممكن اعتبرني دول بالنسبة للحاجة اللي انا عايزة гايدة بيبقى في عندي هنا تيشو تبقى موجودة في الطريق وبقى في عندي الاسكن موجودة في الطريق نفسه هو نفس الحاجة اللي بقص بيها مثلا دي بيبقى لها هي نفسها تبقى لها طبعا طريقة لياس نفسها برضو بيبقى لها مودل برضو مقدرش اعتبر انه هو يعني في بقى في عندي برضو موضل كده للحاجة اللي انا بقيس بيها يعني مسلا الاكترو الكترو كونتاكت امبيدنس مسلا لما جلزق ده على السكن بيبقى في برضو لها موضل كده عبارة وكاباستنس ام بارلل وطبعا بنتكلم على ان احنا كل الحاجات دي مع بعضيها هي اللي في الاخر بتقولي بقى ان الفولتج طالق لي هنا دوت بيبقى بيساوي كم اوكي فباسيكلي كل الحاجات دي طبعا بتتغير وطبعا كل ما انا زودت الطريق اللي باخد فيه السجنال بتاعتي او السجنال بتاعتي تمشي فيها علي بال ما اقدر ان انا احصل عليها كل ما كان السجنال بتاعتي بثيبقة ضعف فعشان كده لو احنا استعملنا نيدل اليكترو ده زي كده منها طبعا بيه حاجات كونسنتيب في الشاشرك därكدا. مركض حاجات تبقى بايبولر يبقى ممكن ناقص حاجتين في نفس الوقت. مكنا تكلم على, يا ها تقيس حاجة واحدة. ممكن تكلم على ممكن, مونوبل الالكتروض او يعني بيبقى ممكن انديفرنت او ديفرنت داícia اللي هو ديفرنت دا economiso دا يبقى هي reference تاعي او ically compound بتاعتي اللي وبخدها ك ÄrU ground او اخدها ك crypto который بنسب لي بعد كده كل الفن signal لما انا بهاخد حاجة زي كده يبقى انا بايسيكلي بتكلم من انا هنا دلوقتي. لغيت خالص بقى الجزء بتاع ال skin impedance ولغيت الجزء بتاع ال contact impedance بتاعي خالص بقى. فبايسيكلي بقدر احصل على حاجة تبقى ايه? تبقى الفولتج بتاعها يبقى احسن من الحاجة اللي باخدها من surface electrodes اللي هي بالشكل ده كده. بس طبعا في بعض الاحياء ما بيبقاش بالبساطة دي نحنا نعمل surface electrodes. في بعض الاحياء ما بيبقاش convenient اللي بقاش عندنا نيدل electrodes يعني قصدي. فنيدل electrodes طبعا بيبقى لو انا مسلا بتكلم على واحد عايزة اعمله مسلا brain computer interface. يعني معنا كده ان هو يفضل قاعد طول الوقت بقيس منه EEG بتاعه. وباخد EEG دوت عشان اعمل بيه بعض الحاجات. يعني اعمل بيه actions هو عايز يعملها. لو انا بتكلم من انا حاطة نيدل electrodes دي هتبقى حاجة very inconvenient بالنسبة له عشان يقدر يتحرك. في الحقيقة ان انا حاطت surface electrodes. السيجنال هتبقى اقل طبعا. ونويز هتبقى اعلى طبعا. ولكن الconvenience بتاع الموبينيتي بتاعت الpatient وبتاعت ان هو يقدر ان هو يتحرك من غير ما يكون عنده اي مشكلة دي تبقى طبعا بالنسبة لي ممكن يبقى لها priority اعلى بكتير جدا من ان انا اخد سيجنال اعلى. ممكن برضه نبص على mechanical electric transducers. اللي هي بنكلم على حاجة بقى مثلا بتقيس length. بتقيس the strain. بتقيس the pressure changes. بتقيس the body fluids. يعني and organs. as well as for the measurement of sounds. micro vibrations and blood flow. كل الحاجات بتطبع mechanical components او mechanical signals. دي ممكن كلها قدر رئيسها بطرق بسعمل فيها mechanical electric transducers. مسالة على كده. الصينج جيج. الصينج جيج الحقيقة طبعا هعرفين الاكويجن بتاعت resistance. R بتسوي رو L على ايه. رو اللي هي resistivity اللي هي length. ايه هي اللي بنتكلم على ايه. area cross section area بتاعت بتاعت ال wire نفسه. لما بتغير بغير ال L بتاعتي هنا. لما بخلي مسلا فيه يحصل شد ولا حاجة. الشد ده نتيجة لي بيخلي resistance بتاعت هنا تتغير. نتيجة اللي احنا اتغيرت. هي اكشولي مش L بتتغيره بس. نتيجة ان احنا بيبقى فيه عندنا طبعا ال portion ratio زي ما احنا عارفين بيبقى فيه عندي lateral displacement او lateral strain. نتيجة لان انا شديت في التجاه الاكسيال. اوكي. فبيبقى فيه عندي هنا الا برضو ممكن انها تتغير نتيجة لكده. اكشولي بيبقى فيه تغيير بس التغيير ده الحقيقة ما بيكونش linear. اوكي. فالي بقى اخدين في اعتبارنا الكلام ده هي طبعا. لما بتخانيها من العلاقة بين ال R وال L هتبقى linear. بس اكشولي نتيجة ان ال A كمان بتتغير. نتيجة لكده بتقل. يعني دي بتزيد ودي بتقل. فبنلاقي ان العلاقة بتاعت ال R دي ما بتبقاش linear. in relation with L بتاعتنا. ليه length بتاعنا ده. ممكن نلاقي فيه عندنا برضو بعض المواد بنسميه ال piezo resistive elements. ممكن استعمالها ك string gauge. الحقيقة برضو نفس الكلام. دي عشان نقيسها بنقيس تغيير ال resistance بتاعتها. في حاجة زي ويتستون بريج جزا اللي شفناها في الماجرات بتاع السنة تانية. فباسيكلي بنلاقي ان احنا ساعتها. يعني ال changes for resistivity بتاعتنا ممكن تبقى يعني نقدر نعملها observation up to 100 times larger than the geometric effect yielding a more sensitive string gauge. يعني بتكلم على ان انا دلوقتي ممكن تغيير ال resistance يبقى يعني مئة مرة قد تغيير ال physical dimensions بتاع الحاجة اللي انا بحاول لقسها. فمعنى كده ان انا في ال elements دي ممكن ان انا قد رئيس تغيرات صغيرة جدا 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 بالنسبة لل strain ما قدر شائزها بطرق العادية زي strain gauge. ممكن يبقى عندنا بعض انواع الترانسدوسرز التانية بعضو زي ال capacitive transducers. دي ممكن لو انا حطيت مثلا two plates بتاعت ال capacitors دي. وال force اللي applied بينهم هي عبارة عن حاجة بتخليلي المسافة اللي بينهم تصغر. اوكي بتتغير عموما يعني. فطبعا هعرفين ان ال capacitors دي بتبقى عبارة عن epsilon node epsilon r. في a على x. يعني ايه هي surface area بتاعت الايكتروز بتاعتها. او plates بتاعت ال capacitors دوت. على ال x هي separation بينهم. فمعنى كده احنا عندنا ال a ثابتة. نتيجة ان هنا لما apply force ال area بتاعت البلات مش هتتغير. ال x طالما بتتغير يبقى معنى كده ال capacitors هتتغير. وبقياس ال capacitors هنا نقدر برضو احنا نعرف. ال mechanical quantity اللي هي الفورس دي كانت بتساوي كم. واحدة برضو من انواعها المهمة جدا في الميكانو electric transducers هي ال bleasoelectric transducers. ودي فيها الحقيقة لما بنعمل mechanical stress في direction يعني يعني معين بالنسبة لل crystal بتاعت البلازيوليكتريك ماتيريال دي اللي هو بنسميها ال polar electrical axis. اوكي. دي بتعمل generation electrical charges علشان ال shift بتاع ال atoms اللي بيحصل. ودي في الاخر بيانتج نتيجاتها الحقيقة انه بيبقى في عندي يعني delta cube بتساوي كيف delta f يعني بقى في عندي charges على الجنبين بتوع ال piezoelectric material دي بتتناسب مع الفورس اللي عملت الا stress دوت. وده الحقيقة زي ما احنا شايفين من الشكل بتاعنا ده لو احنا بتكلم على silicon oxide مثلا quartz crystal. بتكلم على ان انا لو في الحالة بيبقى في عندي silicon وفي عندي oxygen molecules بالشكل ده او atoms بالشكل ده كده. silicon by definition بيبقى positive. والoxygen بيبقى negative. فهنا الاتنين مع بعض على surface هنا هيبقى effect بتاعهم هيبقى متعادل. اوكي. نفس الكلام هنا واحدة كبيرة positive واثنين صغيرين negative. يبقى معنا كده في الاخر هلاقي ان هنا برضو متعادل. لما انا بعمل يعني compression هنا كده بالشكل ده. اللي بيحصل ان انا ببعد الاكسين شوية وبقرب السيليكون شوية اكتر. فمعنا كده ان البالانس اللي كان موجود هنا ده ده دلوقتي يبقى عندي السيليكون اتنين سيليكون اللي هنا دول بققرب للسيرفز ده. فمعنا كده ان هما دلوقتي الافكت بتاعهم هيبقى اكتر من الاثنين اوكسيجين اللي موجودين هنا. فمعنا كده هلاقي ان الجزء ده بقى positive. ونحية التانية العكس هيبقى هنا برضو انا بعدت السيليكون ايه ال positive دي وقربت الاثنين. الاكسيجين اللي هو ال O2 دول. يبقى معنا كده ان هلاقي ان انا عندي الجزء ده بقى negative نتيجة للاثنين دول دلوقتي ما بقاش البالانس اللي هنا بقى maintained. يفضل maintained. لا دلوقتي ما بقاش maintained. بقى عندي اثنين negative اقرب من من دي. ففي الاخر بيطلع لي هنا negative charges. الدلتا ال Q اللي هنا دي هتتناسب مع الدلتا F. العكس بيحصل لو انا عملت extension اللي بيحصل ساعة ان انا بقرب ال O2 وببعد السيليكون. فمعنا كده دي بتبقى negative هنا ناحية دي. ونفس الكلام هنا بقرب السيليكون وببعد ال O2. يبقى معنا كده دي هتبقى بصل في الناحية. فحسب التغيرات اللي بتحصل عندي هنا. حسب compression او حسب tension. بيطلع لي charges اللي هي اللي موجودة على ال Pediatric Material بتساوي positive او negative. طبعا احنا ممكن اتساعل احنا زي ال East Charges. طبعا احما درشت East Charges بطريقة مباشرة. احنا ممكن احنا لو احنا حطين بلايتز هنا على ال Pediatric Material من ناحية دي. ومن ناحية دي. باسيكلي ال Charges دي بتعمل لي حاجة زي capacitor. يعني بيبقى عن طبعا ال Pediatric Material نفسها ما هيش Conductive. فمعنى كده ان انا بتكلم ان عندي هنا بلايت وهنا بلايت وفيه هنا تشارج عليهم. يبقى معنا كده بتكلم ان انا بعندي capacitor. وطبعا هارفين ال capacitor اللي ده ال Q بتساوي C في V. فنقدر اعطول نحول ال Delta Q بتاعتنا دي ل Delta V نقدر نقيسها. نقدر نقيس الحاجة اللي حصلت دي كVoltage ونقدر نقيس الفولتج ده ويعبار اللي اعطول مباشرة على الفورس اللي كانت applied على ال Pediatric Material. طبعا واحدة من applications مهمة جدا لل Pediatric Transducers هي استعمالها في Ultra Sound Imaging. هي دي اللي بتساعدني ان انا اقدر اديتكت ال Ultra Sound جايالي من الجسم وقدر بعد كده ابني بها صورة. حاجة مهمة جدا لازم ناخدها في اعتبارنا هي Dynamic Properties بتاعت البايو سانسور. احنا طبعا نتخيل دايما ان احنا بنتكلم على بايو سانسور ان العلاقة بين الحاجة اللي انا بقسها وبين الحاجة اللي بتطلعلي في ال Output هي علاقة Linear. وده طبعا مش دايما بيكون كده. فطبعا بتكلم ان انا دلوقتي ممكن يبقى في عندي Dynamic Properties للبايو سانسور ممكن تغيرلي الكلام ده. يعني ايه الكلام ده? يعني ممكن دلوقتي ان انا عندي لو انا فرضا بقيس الحاجة اللي طلعها لي. اوكي? وبشوفها مع الوقت. اوكي? ممكن الاقي ان الحاجة الحقيقية اللي انا بتكلم عليها. بتبقى ماشية كده. وممكن الاقي ان الحاجة اللي انا بقيسها شكلها مختلف بالشكل اللي انا شايفه هنا ده. اوكي? فمعنى كده ان انا ممكن ان انا يبقى عندي تغيرات. ما هياش تغيرات خطية للترانسدوسر بتاعي او للميجورد فاليو بتاعتي مع الوقت. اوكي? يعني دي بسميها Dynamic Properties علشان اتكلم ان هي بتتغير مع الوقت. وممكن برضو ان انا لاقي في بعض الاحيان ان انا عندي الحاجة اللي انا بقسها. ما هياش بتجيلي Right Away. ما بتجيليش في نفس اللحظة اللي انا كانت الحاجة دي موجودة. لأ ده بتجيلي Delete شوية. ومش بس Delete مش بتجيلي Ideal Signal كده. لأ ده بتجيلي بتجيلي بعديها يعني بيجي بشكل كده ان هي بتتأخر شوية. وبتطلع لي بشكل كده حاجة زي Under Damned Response. يعني بتطلع لي كده بتعمل Oscillation غدا في الاخر تستابيلايز عند الفاليو اللي هي قريبة من الميجورد. فانا اولا بسيت على الكيرف ده كده. بلاقي ان انا الحاجة اللي انا عايزة عايزها فعالية. ما قدرش اخدها غير بعد وقت. بعد delay من ساعة ما كانت الحاجة دي موجودة. يعني علشان على بال ما ال Transducer نفسه حصل له Stabilization. فطبعا احنا ممكن احنا نستعمل بقى الجزء بتاع signal processing بتاعنا اللي هو بلوك بتاع signal processing. عشان ياخد ال response اللي هو ما هواش ideal. ويحاول ان هو ايديال عن طريق ان هو يحاول يكمبنسات للأررز اللي بتطلع دي. نتكلم على بعض الامثلة للسيغنالز الموجودة عندنا. اول حاجة ال Biocoustic signals ممكن تنقلود sounds of the upper respiratory tract. ده السنورين. ده ال speech. ده ال lung sounds. ده ال heart sounds. ده حاجات دي كلها تعتبر بايو اكوستيك سيغنالز. وممكن نعملها registration. اعملها recording عن طريق مايكروفون او ستيتوسكوب. ستيتوسكوب طبعا هي سمعت الطبيب العادية خالص. طبعا دي ابسط حاجة احنا كلنا متعاودين ان اي طبيب بيبقى معاه ستيتوسكوب. هو بيستعملها عشان ييز بها ال Biocoustic signals اللي جياله من الحاجات اللي احنا بنكلم عليها هنا دي. بيشوف ال lung sounds. بيشوف ال heart sounds. ومنها الحقيقة هي قدر يشخص اذا كان في اي مرض من الامراض موجودة في الحاجات دي ولا لا. والحقيقة بنتكلم على ال range of frequency بتاعتها. بنتكلم بالنسبة للأدولت. مثلا بالنسبة ال heart sounds من 15 ل 1 كيلو هيرتز. وبنتكلم على الفيتس بنتكلم من 15 ل 150 هيرتز. وبنتكلم على ال lung وبنتكلم على من point 2 لغاية 10 هيرتز. طبعا range بتاعها مختلف شوية. وممكن يبقى صعب ان احنا نسمعه الحقيقة. بس طبعا ممكن احنا ببعض الاحيان ممكن ناخدها بمايكروفون والمايكروفون ده بعد كده يسجلها لنا. وممكن بعد كده ان احنا نقدر عن طريق كمبيوتر ان احنا نعالجها بشكل نقدر ان احنا نشوفه ونقدر ان احنا نشخص منه حاجات برضه. طبعا بتكلم هنا على ال heart sounds. ال heart sounds ما هياش ال heart rate يعني خلي بالنا بس عشان ما حدش افتكد ان دي 1 كيلو هيرتز يبقى معنا كده ال heart rate 1 كيلو هيرتز. لا ده ال heart sounds دي الصوت اللي احنا بنسمعه بتاع القلب. لو حتى حط يعني ودانه على السماعة بتاع الطبيب دي كده وسمع. هيلاقي ان فيه صوت نبطات كده. صوت النبطات دي بيبقى لها range of frequencies. طبعا بيبقى ما هياش نبطات رفاية بيبقى صوت غليز شوية فهنلاقي ان ال frequency بتاعته تعتبر قليلة. بس طبعا range of frequencies ده مهم جدا علشان برضه نبقى عارفين الصوت نفسه ازا كان سليم ولا مش سليم. لو كان فيه اي مشكلة في ال blood flow هنلاقي ان الصوت بتاع النبطات دي نفسها بيتغير وعشان كده الطبيب يقدر يشخص منه ازا كان فيه اي pathology ولا لا. مثال برضه على ال bio signals هو ال biochemical signals زي اياس الجلوكوز. الجلوكوز الحقيقة ممكن يقيسه بطريقة اما ان فيفو او ان فيترو. وممكن احنا نعمله مباشرة او مباشرة. يعني مباشرة احنا بنشوف مباشرة ودي زي الطرق مثلا بتاعت المبنية على بيرزلو اللي موجودة في اجهزة التحاليل مثلا. او ال directly by reaction احنا ممكن نعمل ري اكشن معين. وري اكشن ده بعد كده يقدر انه هو يخلينا انه يطلع علينا يعني كوانتيتي وكوانتيتي ده يقدر نقيسها بشكل بسيط. فلو احنا نتكلم عن جلوكوز ايديفيكيشن ممكن احنا نعملها امبروميتريكلي او عن طريق الرياكشن دوت. بيبقى جلوكوز زي او او 2 اللي موجود عندي. بان طريق الهو انزايم بيبقى موجود. يطلع لي حاجة اسمها جلوكولاكتون مع اتش تو او او. او لما يكون عندي اتش تو او موجود اتش تو او تو موجود بيطلع لي اا 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 ا اا و اتش تو او 2. فاللي بيحصل نتيجة كده دلوقتي بكونسيوم اكشين 2 اللي هو داخلي هنا ده ويطلع لي H2O2 فاللي بيحصل دلوقتي في الكلام ده ان انا بيبقى في عندي الحاجة اللي انا ممكن رأيسها عن طريق ان انا كام اكسوجين او كمية الاكسوجين اللي انا اخدتها عشان دي بتحددلي كمية الجلوكوز اللي اتفعلت معها او كمية الهالجرون بروكسايد اللي طالع اللي هي بتقول لي ان برضو كل واحدة من دول بتطلع قصاد واحدة الجلوكوز موجودة هنا فاقدر ايس يا ايما ايس O2 يا ايما ايس H2O2 وبالتالي بطريقة ان ديركت في الحالات دي اقدر احدد الكمية بتاعت الجلوكوز الموجودة بتساوي قد دي البيوكاميكال سيجنال برضو نقدر ايس منها الكونسنتريشن بتاع بعض المواد الموجودة مثلا في الدم او موجودة في اي واحدة من السواقل اللي موجودة في الجسم مثلا عن طريق الانفرارد سبكترومترز ودي الحقيقة بتميجر الانفرارد الانفرارد طبعا الايكويشن اساسية اللي هي بتحدد لنا الانفرارد ده وهو بيمر في كيفت بيمر في كيفت الحاجة بالشك ده كده بيها في عندي اي نود داخل واي اي طالة هي اي نود اي تودو مايناس كي في سي في ال سي هي كونسنتريشن بتاع الحاجة اللي انا بحاول عقسها اللي هي الانفرارد بتاع كيفت المسافة ده ده طبعا لو انا كان عندي ريفرارد وقدر ايس الاتين ده رولاتيف لبعض ممكن ان انا اخد بقى اللوك بتاع الاكويشن دي واللوك بتاع الاكويشن التانية واشيل منها الكي خالص يعني كي تبقى موجودة عندك كونسنت في الاتنين وقدر ان انا اعيز الحاجة بتاعتي اللي هي الاي کونسنتريشن بتاعي رولاتيف لي UI عندي الكنسنتريشن بتاعى الرفرورنس بتاعها بيتساوي كم طبعا ده مثال لجهاز بسيط يقدر يقدر اعملن لاتكلام ده ب masseعيندي هي المادة لانا عايزه اسها ب lesbianدي هنا فściąها الرفرورنس بتاعي اللي انا بمع اكومبيرatoire processo لانا بعدي بالنسباله عارف الكنسنتريشن بتاعها بيساوي كم بيبقى طبعا ببعده في الاتنين الانتناب من نفس النات نفس الانتنسي خلائق ال liht تخشيلي على المونو كروميتور ده. المونو كروميتور ده هدفه انه هو يعني ياخد لي بس الجزء بتاع الانفرارد اللي انا انترست فيه. ويوديولي بعد كده على الديتكتور عشان اقدر اقيسه. فطبعا المونو كروميتور والديتكتور ده عادة بيبقى سعرهم غالي شوية. فعشان كده بنحط التشوبر دوت علشان نقدر نستعمل نفس المونو كروميتور نفس الديتكتور بالنسبة لتو سيجنال دول. مش بس عشان السعر بيبقى بيبقى طبعا ميزة ان انا استعمل نفس الديفايس عشان اقيس الريفرانس والمادة اللي انا عايز اقيسها او الفليوود اللي انا عايز اقيسه عشان ما يبقاش فيه اي فارييشنز او يبقى فيه حاجة زي سيستماتيك ايرور جايلي من اختلافات في المونو كروميتورز او ديتكتورز عن بعض لو انا مشيتهم والاثنين كابرة للباس. يعني لو كان كل واحدة فيهم لقى المونو كروميتور بتاعها ولقى الديتكتور بتاعها. لو كان في اختلافات بين الكمبوننتز يوبعض في الطريقين اللي بيمشي فيهم السيجنال هيبقى فيه عندي ايرور نتيجة كده. انما هنا دلوقتي انا باخد نفس السيجنال او ناخد التو سيجنال زي انا عايز اعيسهم دول واعديهم عن نفس الطريق هو هو عن طريق التشوبر الموجود ده. فالتشوبر طبعا بيبقى يعني ميزتين دول بيبقى هو موجود علشان هو يعملهم. بالنسبة للـ Biotecharez وال Spoilerin. طبعا بي عندنا عدد كبير جدا من السيجنال زين ECG دول الاقديل الفرن احنا عارفينه بتاع الهارت. زي EEG بتاع البرين. EMG بتاع المسل. EEG التابع Playstationverkamp اللي هو بتاع الإ Tadaぐ. EUG التابع Uterus. رتنا حمال cLETUG بتاعDie... يعني بيكلهم عن Έنا عرف موضوعات. كل��ات كثيرة نحن نعرف بتاعتهم ونعرف بتاعتهم عشان نقدر نبص نشوف يعني ايه اللي ممكن نعمل على ايه. يعني دلوقت لما بتكلم على يعني بداياتا كده بنتكلم على مثلا احنا شايفين ان هي بتاعها كله اقل من واحد ميلي فباسيكلي لو احنا شايفين ان في عندنا حاجة جنب جنب بتاعتنا مثلا زي مثلا بتكلم على مثلا ممكن تبقى خمسة ميلي فولت يعني خمس اضعاف الاضعاف السيجنل بتاعته الـ EEG فممكن تقاملي انترفيرنس ممكن لو بتكلم على الـ ERG ممكن بتكلم على حاجة زي عشرة يعني بتكلم على عشرة اضعاف السيجنل دي فطبعا نبقى واخدين في اعتبارنا الـ frequency range بتاعنا قديه والمـp2 بتاعنا قديه علشان نشوف الـ interference بيحصل ازاي طبعا الـ interference بيحصل للحاجات اللي لا نفس الـ range يعني مثلا ببكلم على الـ ECG مع الـ EMG عندي فيه range ممكن يحصل عندي من 0.2 يعني عندي من اول عشرة لغاية 200 ده فيه اوما الاثنين دلوقتي. فممكن يحصل فيه انترفيرنس بين الاثنين دول وبعض. فناخد في اعتبارنا الكلام ده لان فعلا معظم الفيسيولوجيكال ايروز اللي بتجلنا بتجلنا عن طريق ان احنا عندنا سيجنلز لها نفس الفريكوانسي رينج اولا كومبوننز في الفريكوانسي رينج بتاع السيجنل اللي عايز اقسها. والامبيتيوب بتاعها سيجنيفيكنت كفاية بالنسبة للحاجة اللي انا عايز اقسها دي. فطبعا من الراسمة دي ممكن اقول على طول مباشرة او ممكن اتخيل ايه الحاجات اللي ممكن يحصل بينها وبعضها انترفيرنس بمجرد ان انا بصها على الفريكوانسي رينج بتاعها بتساوي جامعة. بنفس الطريقة برضو الحقيقة ممكن نبصها على البايو ميكانيكال سيجنلز عندنا انواع كتير من السيجنلز زي البلس للهارت رييد الريد بتاع الريد بتاع البريدين زي البلود براشر اللي احنا بنقيسه. زي بنكلم على ال LAUNED Pinkرام. كل واحدة من دولي الحقيقيا لها بردو رانج is amplitude. ولها مثلا ممكن نبقى لها يعني به كزا ما يون 통ام ممكن يبقى هنا مثلا كيلو باسكال او هنا مليميتر مركري. حسب هحنا بنكلم عيه. مسلا كل واحدة من دول مثلا الرقمir authority رح متعودين هو من ستين لماتين وخمسين بالنسبة للفيدي استوليك من ممتativas ولو مية وخمسين بالنسبة للفيدي استوليك. حسب او مية النوع الشخص نفسه ممكن احنا نلاقي فيه ويد فارييشنز فيه في الكوانتز احنا بنقيسه طبعا الانترفيرنز بين البيوميكانيكال سيجنالز وبعض هنا مش وارد قوي زي البيواليكتريك سيجنالز لان طبعا طبيعة السيجنالز نفسها بيبقى صعب ان يكون فيه انترفيرنز بينهم من بعض فطبعا باسيكلي هما كلهم ممكن يكونوا ديبندنت على بعض سمهو بس يعني صعب ان يبقى في عندي وانا بقيس حاجة يبقى في عندي حاجة تانية يتأثر علي نتيجة ان طرق الاياس نفسها بتقيس الحاجة اللي احنا عايزينها ما بتقيسش حاجة تانية ده مثال لطرق اياس واحدة من البيوميكانيكال سيجنالز هي ازاي البراشر ده عبارة عن انفيسيف بروب ممكن يتحط في العيان ممكن نحنا نقيس بيه البراشر الموجود جوه العيان طبعا فيه انواع تانية هنتكلم عليها بعد كده ممكن ما يبقاش فيه بروب جوه العيان خالص ممكن يبقى فيه مجرد نيدل ونيدل دي تاخد يعني تاخد الدم اللي جاي من او تاخد تنقل الجسم الحاجة اللي موجودة في الجسم اللي هي البراشر موجود في الجسم ده الفلويد موجود برا والفلويد ده ينقلها الترانسيديوسر الموجود برا خالص برا الجسم خالص طبعا دي تبقى افضل شوية نتيجة لان طبعا حجم البروب نفسه ما بيبقاش حاجة ظريفة وفي نفس الوقت عشان نقدر نحنا نعمل الانفيسيف برو بيقدر يستعمله كتير يعني يبقى ديسبوزابل يسحسن هو يبقى برا ما يبقاش جوه الجسم يعني فده ممكن يتعمل بكذا طريقة ممكن يبقى حاجة بالشكل ده كده برا عندهم بالشكل ده كده وبيبقى فيه عندي هنا البراشر اللي بيجيري من برا هنا بيضغط لي على السنسور دوت والسنسور ده في الاخر بيبقى يعني بيغير لي الريزيستنس بتاعة الريزيستنس ترين جيج فباسيكلي هنا في الاخر بيطلع لي التغيير في البراشر مقابل За تغيير في الريزيستنس ممكن يبقى فيه وضع تاني ممكن يبقى فيه عندي هنا سليكون شيب ممكن تبقى برضو نفس الكلام بالزبط ممكن هي برضو تتتغير يعني ممكن يبقى بقى نوعه تاني من نوع يعني الريزيستف ترانسدوز بحيس ان البرا شئ المخطوطات عندي هنا برضو يخليلي الريزيستنس بتاعة السليكون شيب دي او الكنداكتيفتيت تتغير وممكن ان انا يعني بياس التغييف الريزيستنس ده وتقدر رئيس برضو البريشور بشكل عامل ازاي ممكن برضو نقيس واحدة من البيوميكانيكال سيجنال زي الفوليوم والفوليوم ده ممكن يقيسه عن طريق ان احنا نقيس البريشور فدي ممكن نعملها بطريقة بسيطة عن طريق المعلومات بتاعتنا بتاعت الفليوود ميكانيكس لو انا عندي حطيت سنسور بالشكل ده كده والسنسور ده بقيس من عليه البريشور من نقطة قابليه ونقطة بعديه احنا عارفين من الفلوود ميكانيكس ان الفلوريت بتاعنا بيسوي باي رس 4 اللي هي الريديس بتاعي بتاعي التيوب بتاعتي قد ايه في دلتا بي على 8L ايتا ايتا دي الفيسكوسيتي بتاعتي L دي عبارة عن اللنث بتاعي التيوب بتاعتي المسافة اللي هي بين الاتنين دول وبعض فباسيكلي عندي تقريبا كل الحاجات دي موجودة معدد دلتا بي او معندي بمعنى صح كل حاجة موجودة هنا معدد ال V دوت بتاعتي بتسوي كام يعني اقدر بمعلومات الحاجات دي كلها يعني الحاجات دي كلها ليه R دي اقدر باعرفها من الاول كل الحاجات تانية باعرفها من الاول الدلتا بي بقسها من هنا بحط بتاع ال Pressure هنا بحيس ال Pressure بين النقطتين دول وباخد الدلتا بي ده بياس ال Pressure بتاعي دوت بقدر اديتاكت منه الفلوريت بيسوي كام وعشان احسب ال Volume بيسوي كام ممكن ان انا بعد كده integrate الكلام ده مع الوقت عشان اقدر اعرف ال Volume بتاعي بيسوي كام يعني كام ممكن موجودة عندي بقى في Signal Processing Module بتاعي او بلوك بتاع Signal Processing بتاعي عشان يقدر يحسب لي integration ده بيسوي كام فده ممكن استعمله مثلا في حاجة زي ال Respiratory Volume مثلا ده بيبقى مثلا ممكن يبقى Tube دي هي حاجة من حاجات الواصلة مثلا ب mouthpiece مثلا للعيان او للجزء اللي هو واصل للعيان عشان يقدر يتنفس منه واقدر بدلالة الفرقات في ال Pressure اللي موجودة عندي ديت اقدر بانها اجيب Flow Rate ومنها ومنها اقدر اجيب Volume بتاعي بيسوي كام ممكن برضو ان احنا نقيس Biomechanical Signal مهمة جدا عندي هي Flow Velocity بس دي ما اقدرش نقيسها مثلا لحاجة زي الهوى نقدر نقيسها لحاجة زي Blood مثلا اوكي لان يعني الطريقة اللي بتكلم عليها بتاعة Double Effect دي نحن كنا شفناها طبعا اكيد في ال Physics بتقولنا ان فيها عندي تغيير في ال Frequency بينشأ بين Transmitted وال Received Signal لو انا بعدت هنا F1 هيرجع لي F2 نتيجة ان انا عندي هنا فيه تغيير في السرعة او فيه هنا سرعة للمكونات بتاعة الدم اللي ماشية اللي عملت Reflection لالتراسونيك ويف دي فباسيكلي الدلتا F اللي هو التغيير في ال Frequency دوت باعتمد على ال Velocity بتاعة ال Particles اللي موجودة في الدم اللي هي نفسها سرعة الدم بالظبط اللي هي Flow Velocity بتاعتي بالظبط باعتمد على ال C اللي هي سرعة ال Ultrasound في التشوز دي باعتبارها ان هي constant Cosine phi او Cosine Psi بتاعة اللي هي موجودة عندي هنا دي دي باسيكلي هي عبارة عن الانجل بتاعة اللي هنا دي بتساوي كام طبعا لو الانجل اللي احنا شايفين الانجل هنا بتسعين درجة الاقي ان طبعا دلتا F دي بتساوي صف فلازم امتين السنسور بتاعي دوت على انجل تبقى 45 درجة مثلا علشان يديني احسن سجنة الممكنة طبعا صعب جدا نخلي الانجل زيرو ماداش نحطها جوه ال Vessel بعض الاحيان ممكن يجري فيه عندنا حاجات Invasive تستعمل بالشكلة ده بس طبعا بالنسبة للحاجة زي كده تبقى external لازم احطها بانجل ما تبقاش الانجل دي 90 درجة اوكي هنا بمعلومية ال cosine بتاع الانجل دي ومعلومية ال frequency بتاعت اللي هي transmitted frequency دي كل الحاجات دي ببقى اعرفها من الاول خالص وطبعا السرعة بتاعت 1540 meter per second بقدر related delta F اللي هي تغيير في frequency بتاع السيجنة للدرجة عالي مع ال velocity بتاعت اللي موجود عندي في البلاد اللي موجود اللي هي في الفاس اللي انا بقيسه دا فبالتالي بقدر ايس ال velocity بدلات دلتا F اللي انا بقيسها من هنا دي ممكن باردو نقيس واحدة مهمة جدا في biomechanical signals هي cardiac output وده نتكلم عليها بتفاصيل شوية في الجزء بتاع cardiovascular measurements هي المحاضرة اللي جاية دي بتبقى اساسا مبنية على حاجة بسميها indicator dilution method دي بتقولنا ان احنا لو حقنا حاجة معينة مختلفة عن الجسم مختلفة عن الدم بقى انا صحي يعني وحصل mixing بين الحاجة دي وبين الدم اللي موجود في الجسم واستنا الكيرف بتاع ال indicator او الحاجة اللي انا حقنتها دي مع الوقت بقدر احسب منها cardiac output بتساوي كان بالضبط طبعا هم بتخيل ان احنا لو احنا بنحق مثلا الحاجة المختلفة دي ممكن تكون مثلا saline solution محلول ملحي مثلا درجة حرارته اعلى شوية من درجة حرارة الدم او درجة حرارته اقل شوية من درجة حرارة الدم فبالتالي لو انا عارف الكمية اللي انا حقنتها بزبط اقل ايه وعارف درجة حرارتها اقل ايه وطبعا بيحصل لها mixing في الاخر مع الدم كله اللي هو درجة حرارته معروفة برضو ممكن نقسها فممكن نعرف في الاخر نتيجة للميكسنج دوت نتيجة لل dilution اللي حصل لان الحاجة دي تخففت بالنسبة قد ايه نقدر نعرف كمية الدم الكمية اللي انا استها اللي انا مدخلها جوه الجسم دي بتساوي كام فم نوت هنا هي عبارة عن الكمية اللي انا حقنتها اللي هي الانديكيتور اللي انا حقنته سواء الانديكيتور ده كان عبارة عن حاجة درجة حرارتها اعلى حاجة درجة حرارتها L وهنا ده الانتيجريشن بتاع الانديكيتور dilution curve اللي انا بقيسه بعد ما عملت الانجكشن بقي انا بعمل الانجكشن عن time t0 وابتدى ايس بعد كده واشوف الكيرف لما بيطلع ده كده معنى ان هو طلع كده وبطلع يطلع تاني بعد كده معنى كده ان هو دخل في cycle تانية دخل في cardiac cycle تانية لا انا مش عايز يخش في cardiac cycle تانية في signal processing بقى باخد الكيرف بتاعي ده وانتربوليت انا كده او معنى صح من اول نقطات دي كده احسب بعد كده الكيرف بقى كله عامل ازاي على اساس ان هو cardiac cycle واحدة ومن الانتجريشن بتاع الكيرف دوت بحطه هنا كده ومنو بقدر احسب cardiac output على طول مباشرة بيساوي كان ممكن برضو نقيس كباي ميكانيكا السيجنال مهمة الماس طبعا احنا مهمنى جدا في بعض الاحيان احنا نقيس حاجات تبقى يعني بتكلم بالنانو جرامز مثلا او المايكرو جرامز حاجات صغيرة جدا جدا مرداش نقيسها بالطرق العادية فالحقيقة واحد من البالانس اللي بتعمل لنا الكلام ده واحد من الموازين اللي بنتستعمل عشان تعمل الكلام ده حاجة مساميها الكوارتس مايكرو بالانس الكوارتس مايكرو بالانس الحقيقة بازد على الريزونس فريقونسي شيفت من الموازين بداية الكوارتس دي دايما مت acompanطني الموازين بحاجة زي الـ الـ مهاد بحاول على الوقت كوارتس دايما متواهد الحاجة ويبقى لدي نفسي منيما. اوكي. فدي أعضى رئيسها بطريقة بسيطة الحقيقة و احنا بتالي شفتنا حاجات زي كده في سنة اولى في الالكتر كل انجينيرينج how to measure الريزونس فريقونسي بتاع الريزونس سيركيت. فالحقيقة اللي لقوه في الكورتز مايكرو بالنس دوت. نحنا ببقى بنحط هنا عندنا فوق الكريستل مايكرو بالنس نحط اي حاجة نحط اي كمية صغيرة جدا من اي سابستانس بتعمل لنا الشيفت للريزونس فريقونسي اكوردنج دي كده. دي عبارة عن دلتا اف بتساوي رقم ثابت في اف نوت سكوارد اللي هي الريزونس فريقونسي اللي هي زيرو لوت. فدلتا ام على اي ده السورفز اريا بتاعها. والدلتا ام ده هو الاختلاف في الماس اللي حصل نتيجة ان انا حطيت ايه التارجي بتاع اللي حطيته على الايه? حطيته على الكورتز مايكرو بالنس دوت. طبعا ممكن نفكر فيها ان احنا لو تخيلنا مسلا ان احنا عندنا طابلة. الطابلة اللي هي بتبقى كبيرة قوي دي. لو انا حاطت حاجة على الطابلة وبدرب الطابلة هلاقي ان الريزونس فريقونسي بتاعها اختلف. هنا لما بندرب الطابلة. بندرب حاجة بندرب عصائي على الطابلة. الحاجة اللي بنسمعها هي الريزونس فريقونسي بتاع الطابلة. لو انا حطيت ماس حطيت كيلو مسلا على السورفز بتاع الطابلة دي. وضربت بالعصائي برضو زي ما بعمل كده. هلاقي ان الريزونس فريقونسي اللي هاسمها هتختلف. فلازم نتباوخدين في اعتبارنا ان احنا نفس الكلام بيحصل هنا برضو بالضبط الاختلاف ده بيتناسب مع الماس وبالتالي لو انا قسط الاختلاف في الريزونانس فريكوانسي دوت اقضى رئيس منه الماس دي وفي الحقيقة بتطلع فعلا نقدر نقيس بيها حاجات في غاية الصغر باستعمال الكوارس مايكو بارانس اللي بكلم عليه هنا دوت نوع مهم جدا من السيجنالز برضو هو الابتكال سيجنالز باي اوبتكال سيجنالز وده مثال عليه مثلا من يستعمله في اياس الاكسين ساتوريشن الحقيقة بيفيه عندنا لو احنا بصنا على الهيماجلوبين والدياكسي两امجلوبين الموجودين عندنا في الدم وهم اللي على اساسهم نحسب الساتوريشن بتاعنا عباره عن ايه هنلاقي ان احنا عندنا فيه كاراكتيريستيك ابزوربشن بالنسبة للاكسي dosy plus a على دي اوكسي هيموجلوبين. لو بصنا هنا على الاكسي هيموجلوبين هو بالداش line دوت. والدي اوكسي هيموجلوبين هو اللي عبارة عن solid line بالشكل اللي هاشايفينه هنا دوت. فباسيكلي لو انا بتكلم على عايز اعرف دلوقتي نسبة الاكسي هيموجلوبين بالنسبة للتوتال هيموجلوبين الموجودة عندي هنا دوت. اللي هو مجموعة ده زائد ده. فاعمل ايه? دلوقتي انا لو قست عند النقطة واحدة هلاقي عند النقطة واحدة دي يعني هيس ابزوربشن والابزوربشن ده عبارة عن مجموع لتو ابزوربشن زول مقدرش عرف ده كام وده كام مقدرش عرف نسبة ده كام لنسبة ده كام. انما لو قاست عند نقطتين دلوقتي ممكن نعمل بقى تو اكويجنز فتو ان نونز. ممكن نحسب بقى نسبة الهيموغلوبين كام لنسبة دي اكسي هيموغلوبين كام ومنها اقدر احسب الاكسيون ساتوريشن بتاعي بيساوي كام. فهنا احنا اكشوري يعني عملنا اعملنا اوبتيكال سيجنل. حاطينا اوبتيكال سيجنل بالنسبة للدم اللي هو اللي موجود عندي دوت. يعني حاطيت مثلا ويف لانث مثلا 650 ده بيبقى عبارة عن الراد. 950 ده الانفرراد. وشفت عنده هنا وهنا الابسوربشن شكل عامل ازاي. وعلى اساس كده طلعت نسبة الاكسي هيموغلوبين لدي اكسي هيموغلوبين بتساوي كام ومن كده حسبة الاكسيون ساتوريشن بيساوي كام. فمعنى كده احنا استعملنا دلوقتي الاوبتيكال كاراكتوريستيك وهي الاوبتيكال ابزوربشن. عشان نقدر نطلع حاجة مهم جدا وهي الاكسيجن ساتوريشن بيساوي كام. ممكن برضو يبقى فيه عندنا بايو ثيرمال سيجنلز. دي بستعملها عن طريق الثرموغرافي. ممكن طبع الثرموغرافي عبارة عن حاجة بتاسيلنا انفراريد رادييشن نطلع لنا من الجسم. وده بيسيكلي نقدر نطلع بيه حاجة زي تيمبرشير ديستيبيوشن لدرجات الحرارة اللي موجودة في الجسم نكتلاه عامل ازاي. فيه مثال لطيف جدا للناس اللي بتدخن الحقيقة لازم تبص عليه. احنا يعني في المثال اللي احنا شايفينه هنا ده عبارة عن شخص قبل ما يدخن. وبعد كده شخص بعد نفس الشخص هو بعد ما دخن سيجارة. اوكي. فباسيكلي هنلاقي ان احنا عندنا وانس ان احنا عملنا يعني تدخين لو احنا يعني بعد عملية التدخين مباشرة هنلاقي ان في عندنا نتيجة للسموكينج. نتيجة ان احنا دلوقتي عملية السموكينج دي سبب بعض المشاكل في بحيس ان هي خلات لي يبقى اقل من المعتاد. فده طبعا واحدة من الحاجات اللي ممكن تبقى باستعمال الثرموكينج. هنلاقي هنا طبعا الارياز اللي هي اللي هونا اخضر دي. ده فري لو. هاجات اللي هي طبعا هنا ما كانش فيه اخضر خالص تقريبا جوة الجسم. جوة جوة الايد. كانت تكون لها تقريبا يونيفورم نفس الشكل. هنا طبعا بقى فيه اختلافات كبيرة نتيجة للسموكينج ده. فمتا ممكن اتخيل مثلا الثرموكينج ده ممكن يستعمل في حاجات مختلفة. زي مثلا لو حد مثلا بيعمل مثلا لبريس كانسر مثلا. هنلاقي ان الجزء اللي فيه كانسر هنلاقي ان الكاركتوريستيكس بقى البلد فلو مختلفة. فبالتالي درجة حرارته هتكون مختلفة. فممكن بسهولة جدا نقدر ان احنا نتعرف عليه عن طريق الثرموكرافي. المشكلة الاساسية بالنسبة للثرموكرافي الحقيقة ان احنا بنتكلم على الحاجات تبقى سوبرفيشل. حاجات درجة حرارة بتاعت حاجة قريبة من الاسكن. ما ينفعش انها تكون حاجة ديب. نتيجة ان احنا طبعا التكنيك اللي احنا بنقيس منه بيعتمد على من الجسم من بره. فمعنى كده لو في عندي حاجة ديب. مش هتلحق ان هي توصل الراديشن ده عبدا ما يطلع بره هيكون خلاص بقى يعني مش هادا نحصل منه على حاجة. فهو تكنيك مفيد جدا 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 عشان نقدر نقيس بي تغيرات في البلد فلو بس كتطبيق للحاجات اللي احنا كلمنا عليها في المحاضرة دي. في عندنا موجود في الكلاس ويب سايت. ممكن الناس تبص عليه وتحاول تحلو. والحقيقة بنصح الناس كلها تقرى الشابتر كامل من من الريفرنس. اللتيجا لان هو بيبقى فيه معلومات اكتر شوية. المحاضرة اللي جاية هنتكلم بإذن الله على الكارديو باسكار المرجمات.